هل تخرج عدا من دوامة التجاذبات السياسية إلى مربع الاستقرار الممهد لعادة الحياة إلى مدينة دمرتها الحرب وشوهت معالمها؟ يقول البعض إن أوان ذلك قد بدأ وإن حركة إعادة ترميم ما خلفت الحرب على جسد المدينة تنظي الآن بوتيرة أفضل من السابق حركة لفتة في العاصمة المؤقتة عدا لعادة الحياة للمدينة التي خرجت قبل عامين من حرب مدمرة لم تنتهي فصولها بعد فيما تبدو سلطة المحلية الحالية وهي تسابق الزمن مع الحكومة في عملية استعادة الحياة إلى مدينة انتظرت كثيرا للبدء في رفع مظاهر الحرب وإصلاح ما دمرته قبل يومين ظهر محافظ المحافظة عبد العزيز المفلح إلى جوال الرئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر فيما يمكن اعتباره تتشينا لمرحلة إعادة البناء وخلال الأيام الماضية تم إعلان تتشين عدد من المشاريع بينها تصلح عدد من شوارع المدينة وإعادة تأهيلها وتوسعة محطة المنصورة الكهربائية بستين ميجاوات لمواجهة احتياجات المدينة من الكهرباء والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في العام القادم وفيما تتحدث تقارير صحفية عن البدء في عملية إعادة إعمار ما دمرت الحرب بترميم وإعادة بناء مقارب 12 ألف منزل في مختلف مديريات عدن قام رئيس الوزراء بافتتاح مبنى المجمع القضائي مترئساً اجتماعاً موسعاً بالهيئة العليا للقضاء لمناقشة آلية تفعيل عمل المحاكم والنيابات العامة في عدن وجميع المحافظات المحررة وهي إشارة واضحة الدلالة على توجهات الحكومة نحو استعادة عمل المؤسسات الرسمية وتطبيع الأوضاع في هذه المناطق مؤشرة تقول أن عدن تجوزت مرحلة التجاذبات السياسية التي عرقلت عودة الحياة للمدينة ولكن تبقى المخاوف قائمة من أن تعود الحسابات السياسية في لحظة ما لتعرقل هذه الخطوات وتعيد المدينة إلى نقطة الصفر التي بقيت فيها لأكثر من عامين